السلام عليكم. اليوم معنا شايبي نبيل من الإمارات. ياكا أستاذ؟ حالياً في دولة الإمارات، شما نفعل؟ قررت باش نفتح باكد لايف للأهمية دياله على الاستقرار الاقتصادي ديال الوطن لأن انا اختارتني كمناضي وكنشكرك صراحةً وكنشكر الضامير الحي اللي رقيته فيك من كلمت معك لأنك كنت داخل واحد المهم أن نوصله واليوم من خديتي هذه المبادرة أنا ما يمكنش لي منقفها خصوصاً أن هذه المبادرة اللي خديتي يعني ستنور العام والسلطات العلية في الوطن على السلطات اللي كيخرق لنا اقتصاد المغرب طف، ولهذا فقبل ما ندخل معك هذه غير حلقة اللولة يعني العناوين لأنني أنا اتبهت ونعارف بأن هناك مشاكل ولكن نشيب هذه الخطورة لحن نحن حرقنا مافية العقار والسيجب لنا صاحب الجلالة واليوم أنا كنشكرك لأنّ لأن هذا الشيء ستتشخص أنا كنت أعطي بروم المثال في الاستجاب جواب الواحد السؤال طرحه صاحب الجلالة نصره الله في برلمان المغرب قال لهم أين اضطرنا علماً أن سيدنا صاحب الجلالة من تسعود وتسعين ونحاذا أعلم أول خطاب دياله على الجهاز الاقتصادي ثانياً تطلزاً في غاستركتورة الصادوة في المغرب تطلز أكبر ميناء مدينة مراكس تباك الله والتي هي تلك السياحية في العالم ولكن لا يوجد مرضودية لا يوجد إحبار لماذا؟ الناس ستجاوب لنا على هذا السؤال وهذا هو هذا هو مربط الفراس قدم نفسك واندخلص الموضوع شكراً شكراً أبس المحمر رعيم نبيل الشعيبي أنا كنت واجد حالياً في دولة الإمارات لأنني جيت هنا من اللي تطلقوا مني الناس اللي كانت شاكل معهم في المغرب في المغرب كيف تزاوكت؟ كانت تصير شركات عدة شركات لأنني عندك عدة شركات وكثير نعم نعم والشركات يقومون 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 بعملية تجارية وهمية 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 وما المستفيدين من هذه الشركات على سبيل الميت مجموعة مجموعة اقتصادية كبيرة رجال أعمال رجال أعمال وسياسيين مثلاً رئيس جيها اللي عنده شركة دي الأشغال العمومية كبرى رئيس جيها شركو كيستعمل كنت يتعامل معك كيتعامل بشركة مجموعة أعمال يعني وهو طريب بروفيسيوني كتر مني أنا نعم هو طريب بروفيسيوني في هذه الميدان كتر مني أنا نعم دبا الهدف غير الهدف 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 لأنا خلع دي خسر المواطنين يسمعون السلوطات الهدف من هذه الشركات كلها هو التهريب الضريبي وتهريب العملة وان دخلوه في دي وكي انتغس تهريب العملة عندما تدخلوه بدك وان دي ابنك راتي غاسي داك وكي استعملوه للشركات اللونية هذا سبين ميتا سينابيل كنتي كتزاول ما حال من الشركة الرقم اللي كتيري يرى صدمني الشركة اللي كانوا تحت تصرخ هذه الشبكة بوحدة 167 شركة 167 شركة يعني هذه المعاملة بالملايير بالملايير اه الملايير تدرهم ماشي الملايير تستنتين الملايير تدرهم تبارك الله وانتوما كنتي واحد قلت لي بأنك استنتقوك يعني لينيتاد شكور يعني كان قابوا بشيء عمال وستمعوا لك وياك في هذا كان واحد تصريح بالاشتباه دارت الوحن الفنك في 2014 لينيت تريد من دران سيني من فين ومبعد من الشماء دي هذي اللجنة اللي كتكون لي فا 14 ادارة 14 اوض يعني من دادك المالكي من الشرطة من مكتب الصرف من ادارة الجاماري من رائيب من وزارة المالية من استعلامات قرروا بانه تكون المتابعة حلمة لفعل الفرقة الوطنية الشرطة القضائية نهار واحد في شهر جوش 2016 فعلا توصلت بالاستداء مشيت من بعد سنتين من المو ما طالعا مشيت سمعلك ولكن الاشكال الاشكال ترى لك كيف استمشيت الامارات كيف استغادرت المغرية وسترى من المشيت الان الفرقة الوطنية نصرح المتعاملين لأن السؤال الذي تطرح لي في الفرقة الوطنية هو أن الحساب لك الحساب البنكية عرفت واحد الحركية الدخول المبالغ تجاوز 159 مليون درم وقد السؤال من الذي حاول أن لا لدي مال لدي المعاملة البنكية تقدم دائما طرفي المهيب من الذي تناقص هو ذلك الأفرار تستمع لك طالبتي ماشي 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 مستفيد من الإجراء يعني بغيت تجيب قاعدك لسا بغيت أي مؤاملة بنكية في أطراف ما كان مؤاملة بنكية مع رسول لا بغيت تدوز على طريق البنك كل شيء الحب الله موجود من المشي طلبوا مني الشخص الذي هو سيبير في طلب مني باش ندير موعد في الإمارات باش شوف ما مديرو هذي ودكرو كين اندي ترانزاكشي خفرين هذي مديرو الشيك اللي هو كان كضمان ودكرو الإمارات إحنا قدخلي ونشوف أنا اللي كيهمني صراحة كمواطن وليوم ليلة القاتل صراحة هذا أحسن تتويج غلطة للوطن هو أنك تفضح هذ هذ طرق أنا بغير نفتح معاك بدون ذكر الأسماء إحنا متفقين على لأن السلطات ستقوم بالعامة ديالها فإن كي نيابة العامة ولكن نحن منحقنا منحقنا لأنني أنا منضرور كمغريبي كمغاربة لأن الدولة لم تكن تخلص الأساتيدة الدولة لم تكن أولاد البيجون وناس في جمعهم الملايير يعني من دخلت معاك للحوار وصلنا للرأس يعني لطوغ يعني فوتو لطوغ بأغليكو كما يقول وإذا يبقى يضحك علينا شيء واحد في هذه بلاد كمواطن أنا كمواطن وكمناظر وكنشكرك لذا أريد أن تعرف أن نحن بأغليكو بأغليكو كما يعني أيها طبعا والأ ما العملية يعني أنت عندك شركات وهمية يعني يعني ضائرين شركات وهمية كيتخلقو ما كونه ملكيين لهم اسمي المعاملة التجارية لهم كيف يسترز وعلى سبيل المثال أعطينا هناك شخص رئيس جهة عنده شركة وكيف يسترز عندكم يعني 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 كيجيب يعني واحد العملية كانت سريعة بزاف كانت في آخر يوم في السنة 31 شهر 12 وكان عنده 25 مليون ديال درهم اللي خستو خرج 25 مليون ديال 25 مليون ديال درهم اللي خستو يخرجها من حساب البنكي دياله باش تحيد له 20% ديال لطيفية 30% عليها ديال لأن شارج فيكتيف يعني لطيفية يعني هنا كنهضرو كنهضرو في 50% عشان وقع هو أنه في نفس اليوم تفتحوا حسابة بنكية في البنك دياله نفس البنك دياله التجاري وفا بونك في مراكش و اي تحسبو مراكش و تنكس شك في ممجور مع لفيرتور ديال كونت وقعت لهم واحد العظر التقني لأن من التي تفتح الكم الحساب بنكي في نفس اليوم يمكن لك تفاف رمي الشك تلك لان ديال المهم فرصة ومع السياج ودست و هذي 25 مليون دياله من الكم بانك دست رتري أو كيس وشكن واحد يدير 25 مليون دياله رتري أو كيس ماني من شبك والغريب في الأمر أنه لم يكن تصريح بالشيبة النوحة البنك لم يكن تصريح بالشيبة لان رانسي نمو فنانسي هذا هو الغريب على أين هذي عملية يعني باش يفلت باش ما يخلص شحال بقريبا لك يخلص بلوبان موقع يعني لحسبت التيفية 20% 5 مليون 5 مليون و لحسبت 31% ديال لليس نمو بوسر السوسيس يعني بطارات ما كيت تبنى وش الدوار ما كيت فيه زيد شرحتي لي واحد حاجة خطيرة أنه يجيو يأخذ من عندكم الفكتورة وهذا موتق في أبناء كما هذو شركات رابعة تريد يجيو كوميكس يعني كل شي مع التحدي يجيو تزايد علينا كل شي موضوع شرحتي لي بأنه يجيو بضاعة خطيرة هذه التي شرحتي لي يأخذ من عندكم فكتورة من شركة وهمية بأن يباع ها كل و في حين متبع التمنزة هي مخيار بأي كذلك شركات تأسوا في دولة الإمارات وشركات تأسوا على مستوى هونغ كونغ هذا كل شيء تأسوا وشركات تأسوا المغرب وشركات وشركات تأسوا المستوى المستوى إذا تبيعها من السوق ستكون الربحة عالية أكثر تبيعها الشركة التي تأتي هذه المستوى التي تأتي من السوق تأتي بأي بأي لذلك وشركات 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 مختلفة وشركات وشركات لأن يترك الالج 10 درهم وكما تأتي بأي 30 درهم وكما يترك ولكن ماذا لذلك كيف تحصل على الهدفة شوف الكنتينير كان الهوز بيل بيل افليدين الهوز بيل الهوز بيل هذا يعطيه لاجون ماريتين اللي هو كيكون اي واحد فاتحه وكي الهوز بيل افليدين دير الشحن اللي كتطيه مثلا الكمباني ماريتين بحال ميرسك ام ساي كوسبو هذا هذا ما كيتموضيفهش كان اي حواج ما كيتموضيفه لكن البضاعة تخرج من الصين مثلا اغلب البضاعة تكون مثلا الشيئ مثلا ظينيه مالي كاتتحان في الباطو يبادله لها الماليك يبادله الكونيسمو الكونيسمو كيف 으 كيف____ فBar��세요 الميزة المhai يا هذا يا اشرحت لي واحد lle العملة حين ه disagreed Acts عنده شركات سياق وتأخذها في المغرب 30% سياق سياق يعني تأثير الشركة في الإمارات أو الشركة في هونغ كونغ والشركة تعطيها بروفورما بروفورما مثلا نضع مليون دولار في الفاتورة من الفاتورة رفع مليون دولار يمكن أن هذا المستورد يحول أوطماتيكيا تلقائيا يحول 30% منها تلتمية دولار هذه تلتمية دولار في حساب بانكي وهو أفشور سواء في دولة الإمارات أو فانتونغ وهذه الساعة يتصرف بها ويقوموا بفاتير 20 فاتورة بعد الأحيان تكون هذه الشركة تهل هذه الفاتورة لماذا يقوموا بمستورد؟ يقول لك بانه الفرنسير ليس معقول سد أداليه الفلوس أداليه هاداك لفرنس لا المهم تقنية تقنية الخروج تقنية تقنية مهمية يعني تقنية 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 ويشكل شيء في المحمدية خمسة مليار شيء شيء والقيام وتقنية التقنية نعم. لا. هو شركة عندها بأنها تورد الآليات للأشغال الساد في المحمدية. السواف الضربية وبعد نتقلت المحمدية. وشركة ليزينك في البنك فرنسي. عدة شركات ليزينك. أغلبهم كانت شركة ليزينك في المغرب تقريباً واحدة لخمسة. منهم يمشون ضحية الفورنيسور الذي يمشون. المشكلة هو أنه شركة ليزينك تابعة البنك فرنسي. بأن هذه التمويلات كتشفت بأنهم كلهم مهميين. هذه الشيكاية تتضر على مبالغ المنائر. تحالت على دائرة أمنية. لا تحالت على الشرطة القضائية. لا تحالت على الفرقة الوطنية. تحالت على دائرة أمنية. وهذه الشيكاية رابقة من 2014. ماذا هي كالدور؟ ماذا هو الوظر؟ نحن عارفين الأسهل بوادي. ولكن المهم نحن دائرة أخرى. أنا شخصياً ما يمكنني أن نسمح الشيحة والضمائر الحية في البلاد. وكاننا نحن نستند وصاحب الجنة. لأنه يخلقوا لنا شركة وهمية. وشرحت لي واحد القضية خطيرة جداً. الله يخليك تدخل معي. تشرح هذه العمو. وهذا الرئيس الجهة الذي لديه أشغال عمومي. يأتي. يأخذ المارشي. يأتي عندكم التمكرة والفاكتورة. أي. يأتي. يأخذ الفاكتورة. وهو كيف يعمل ذلك المارشي؟ يعمل ذلك المارشي. يعني ذلك الفاكتورة كيف يعمل؟ لا. المارشي يخدمه بلعطاشة. بلعطاشة؟ أي. هل يجب أن يجب أن يزفت بيديها؟ أي. يجب أن يطيحوا. أي. يجب أن أعطيه فاكتورة. وهي شركة وهمية. يقدمها بأنه يأتي. شوف. هذه الفاكتورة كنت نفع وجوج حويش. يطلع على التكاليف. ويأخذ تمويل بنكي. بأنه يريد أن يخلص الفرنسير إليه. تجرب على الجرجوية. يأخذ من المهمة. لكنها يعني ذلك. هناك، يمكن أن يخلص الفرنسير. يدعون من 5.000؟ أريد أن تحذل الصوت من المستمع اخذ الفرنسيين. حسنا. ولذلك جميع السلطة كنت يخلص الفرنسير. يجب أن تركيز فريكة وهمية ومبيين في السيارات كان هناك خطورة لشركة ليزين كيف تشتري نعم نحن في هذه الحلقة ما هي؟ تريد أنها تكون الأولى بسم الله توقع سوف نتبع سوف نتبع المقال هذه المشكلة وسوف نعب ونحن كمجتمع مدني وراء صاحب الجدد ونشكرك مع ليلة القدر صراحةً ونشكر هذه المشكلة ونعرفت وقلت غلط ولكن شأتي بأن الوطن يتقاس يتجرح يعني والحمد لله كان يحب الضمر الذي يجب أن تزيد شي حاجة أخبر بيها بش هذه الحلقة تبقى غير حلقة أولى كبن بعد سوف نكون في التفاصل بالنسبة اللي بغيت نقول هو أنه هذه الشبكة هذه الشبكة مختارقة محيط الأمن الملكي ومجموعة فياليك الشرف مختارقة المرافقين للملك مقربين جد مقربين وهذا بالدليل لا شوف هذا الشيء نخلي حد الأسماء أو لا هذا الشيء أنا أعرف بأن المشكل اللي شرحت لي أنا صراحة عرفت بأنه كان 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 ولكن أنا الهدف الهدف هو هو التشخيص للإجرام اللي كينوضوا به باش باش قاع السلطات تتلقوا عليه ومتبرة كل شيء غير وصل كنت يا أستاذ وكانت من كانت من لكما عاد لي لكتقدر التوفيق ونحن على الاتصالة هذه حلقة أولى وكان شكرك جزيل الشكر لا بغيت تقول كلمة أخيرة مرحبا أبويا نطلبه يكون تحقيق نازيه وأنا مستعد للتعاون هال لائحة 167 شركة نعطيتها لك نعم يعني ولائحة المتعاملين معهم والحسابات البنكية كتبت كل شيء كل شيء موتق في البونو كل شيء رلار عشر سنين يعني نطلبه من الله تكون واحد جدية في التحقيق والجدية في البحث وانت طالب غير تطبيق السليم للقانون شكرا جزيلا شكرا جزيلا سينابيل شكرا جزيلا على اللقاء ونشكر على التنويق شكرا جزيلا ونفتكش مع هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا شكرا نحية